السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم والسحمد وصلنا للقسم جيم في ورقة مراجعة 4 وصلنا للسؤال السابع في هذا الفيديو سنجاوبه سؤال السابع بالكامل أول فقرة قال لك قطعة من الورق الكرتون زي الورقة هادي على شكل مستطيع زي الورقة هادي بالزبط على شكل مستطيل أبعاده 13 سنتيمتر 21 سنتيمتر احسب طول قطره يعني زي الورقة هادي بالزبط الورقة على شكل مستطيع بكيفية هادي قال لك أبعادها 13 سنتيمتر 21 سنتيمتر شوف على شكل مستطيل هذا 13 وهذا 21 احسب طول قطره ويبي طول القطره ها يبي قطره ها نسموه سين لاحظ ان هذا زي الورقة هادي شوفوها زاوية 90 مستطيلة لأنها فنبو حني الوتر اللي هو القطر القطر هو هذا القطر القطر هو من الزاوية هادي الى الزاوية هادي باي فحنا نبو طول السين هادي نبو طول الوتر نحن نعفو ان الوتر التربيع يساوي طول ضرع هذا تربيع 13 تربيع زايد طول ضرع هذا تربيع 21 تربيع اذا سين تربيع تساوي 13 تربيع اللي هي 169 زايد 21 تربيع خلينا نكتبوها اللي هي 441 اذا سين تربيع تساوي 141 زايد 169 اللي هي 610 نحن نبو طول سين منبو صين تربيع فناخده جدر التربيع الى الطرفين حيث انه جدر لغي تربيع اذا سين تساوي جدر اخر قيمة طلعناها اللي هو 24.69 اللي هي 7 سنتيمتر اذا طلعنا قيمة سين قطعة من الورق الكاتون على شكل مستطيل ابعادها 13 و 21 نبو القطر القطر هذا هو القطر اللي هو الوتر طلعناه كيف مواضح امانكم انتقلوا للفقرة الفقرة الفقرة قال لك قطر بوابة مستطيلة يصنع زاوية قياسها 30 درجة مع الافقي بهي بهي اوجد ارتفاع البوابة اذا كان عرضها 20 متر كويس قطر بوابة مستطيلة يعني على شكل مستطيل البوابة هذه قياسها 30 درجة مع الافقي فخلي نرسم القطر متح بهي القطر هو بوابة مستطيلة كويس يصنع 30 درجة مع الافقي هذا الافقي وهذا الرأسي يصنع زاوية القطر هو يصنع زاوية 30 مع الافقي اوجد ارتفاع البوابة اذا كان عرضها 2 متر اوجد الارتفاع الارتفاع هذا اذا كان عرضها العرض هو 2 متر يبي الارتفاع كيف نجيبه تعال معا بامكاننا ان نقوله لاحظ ان هنا عندي يبي يبي الارتفاع عندنا المجاور يبي المقابل وعندنا الزاوية نعرف ان الزا 30 شوفوا معا نقدر نجيبها باكتر من الطريقة ضا 30 ضا زاوية 30 ضا زاوية هذه مش تساوي المقابل على المجاور اللي هو المقابل اللي قابله هذا على المجاور المقابل سين على المجاور اللي هو 2 اذا هذه مقامها واحد نضربه الطرفين في وسطين اذا سين تساوي 2 ضا 30 ومنها 2 ضا 30 تساوي 1 1.15 متر اذا سين تساوي 1.15 متر هذه هي جابة سؤال بطريقة تانية نقدر نجاوبها بطريقة غير هيك مش هو يبي سين خلنا خطوا على هذي كأن سين ما عندناش نقدر نجيب الوتر بعدين نجيب طلد هذا كيف نجيب ه الوتر كيف نجيب نعرف ان كوساين او جت الزاوية 30 تساوي المجاور على الوتر جت 30 الزاوية تساوي المجاور اللي جورها اللي هو 2 على الوتر اللي هو نبوه هذا خلينا نسموه صاد على صاد اذا نضرب الطرفين في بسطين تعطيني صاد جت 30 تساوي 2 ومنها نقسمه على جت 30 الطرفين للتخلص منها للتخلص من هذي تمشي هذي مع هذي اذا صاد تساوي 2 على جت 30 2 على جت 30 ومنها تعطيني قداش تعطيني 2.31 تقريبيا سنتيمة طلعنا الوتر يساوي 2.31 متر مش سنتيمة متر متر بهي 2.31 طلعنا الوتر عندنا هذا نجدو نجيبه هذا عن طريق نظريت في ثغورس من نظريت في ثغورس ونتختار الطريقة اللي تعجبك من نظريت في ثغورس ان الوتر تربيع دي هو 2.31 تربيع يساوي هذا تربيع زائد هذا تربيع يساوي 2 تربيع زائد سين تربيع و2.31 تربيع اللي ربعناها تعطيني 16 على 3 أو خمس خندرها 16 على 3 بهي تساوي 2 تربيع اللي هي 4 زائد سين تربيع نرفع الاربع طرف الآخر إذن سين تربيع تساوي 16 على 3 ناقص 4 تمشي بعكس إشارتها 16 ناقص 3 ناقص 4 اللي هي 4 على 3 إذن سين تربيع تساوي 4 على 3 نحن نبو سين ناخد جدر التربيع للطرفين يمشي جدر مع التربيع إذن سين تساوي جدر الانسر اللي طلعنا اللي هو 1.15 متر لاحظ لنا جابتها بطريقتين طريقة بخطوة واحدة وطريقة بأكتر بخطوة عن طريق إيجاد الوتر ثم إيجاد الضلاع هذا يعني اختار طريقة اللي تناسب آخر فقرة اللي هي جيم قال لك يرتكز يرتكز سلم على حائط رأسي وأرض أفقية فإذا كان طول الحائط 3 أمتار وقياس زاوية السلم 60 درجة مع الأفقي أوجد طول السلم كويس هذا السلوم قال لك يرتكز على حائط رأسي هذا الحائط هذا الحائط هذا الحائط الرسم هيك بلوك عبار عن بلوك وهذا السلوم هذا والسلوم خلين نرسم هذا والسلوم باي هيك واضح الرسم فيرتكز السلوم على حائط الأسي خلينا نرسمه مجديد هنا أكثر وضوح هذا السلوم يرتكز على الحائط هذا حائط باي فإذا كان طول الحائط ثلاثة أمتار هذا الحائط الحائط الذي سمناه هذا هو الحائط باي هذا هو الحائط طول ثلاثة أمتار وهذا السلوم باي سلوم فإذا يبي طول السلوم يعني من القاعدة لعند الارتفاع متاع السلوم يبي طوله و نسموه سين يبي سين كويس حني نعرف انه عندي المقابل و نبو الوتر شنو القانون اللي اللي علاقة بالمقابل و بالوتر اكيد اللي هو الجاز زاوية الجاز زاوية 60 يساوي المقابل على الوتر اللي هو شنو المقابل هو 3 على الوتر اللي ينبوه الاسين هاي مقامها واحد نضبوه الطرفين في الوسطين اذا ثلاثة في الواحد بثلاثة و السن في الجازية بصين جازتين توساوي كيف ما قلنا 3 نقسمه على الجازتين للطرفين لتخلص منها بايش نتخلصه من هذه تمشي هذه مع هذه بيقعد لي سين 2 يساوي 3 على جازتين إذن الناتج يساوي ثلاثة سين تساوي ثلاثة فاصلة ستة واربعين بوحدة بوحدة المتر بهين وهذا هو بالنسبة لإجابة السؤال السابع مازلنا السؤال الواحد وهو السؤال الثامن ونختم ورقة المراجعة حتى نلقوه إن شاء الله في الفيديو قائلا بيعود الله تعالى شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته